سلام الله عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي قهوة جرنان تحية صباحية لكل متابعي هذا البرنامج وأمنا إن شاء الله نلقاكم دائما بالصحة والعافية نستهيل أخبار الصحافة الوطنية اليوم الأحد التاسع والعشرين من نوفمرا الموافق للسابع عشر صفر بتصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي قال أنه هناك مليون موظف في الإدارات راك داوتمونجي معناها المردودية صفر لكن الراتب مضمون لماذا مليون موظف في الإدارات راك داوتمونجي لأنه قال أنه في الإدارة الجزائرية هناك 2.5 مليون عامل والإدارة الجزائرية تحتاج فقط معناها الوظيف العمومي والإدارات تحتاج 1.5 مليون عامل معناها هناك إضافة بمليون عامل في الإدارة قال الغازي الجزائريون لا يزاولون الأعمال اليدوية وعيب وعار أن نلجأ إلى الأجانب في قطاع الفلاحة وكان قال الوزير الأول أنه تلقى طالب من ولاية بسكرة من فلاحي بسكرة حتى يجيبوا عمالة صينية لا إضراف في قطاع التربية ومعاقبة كل أستاذ يعنيف التلميذ ابتداء من اليوم كشوف نقاط إلكترونية لتلميذ الأطوار الثلاثة قريبا في تبسة حجز 12 سلاح حربي تركي مصنوع سنة 2015 ليس في تبسة في ولاية لمسيلة والدارك يعلن عن حالة استنفار قصوى على مستوى الولايات الشرقية الريفيون يرفع تذاكر العمرة بـ 12 ألف دينار هذه أهم عنوين النهار اليوم وقت الجزائر قالت قانون العمل الجديد لن يرى النور في 2016 الغاز يؤكد أن المشاورات لا تزال متواصلة مع الفاعلين قروض لونساج والكناك لن تتوقف ووقت الجزائر قالت أيضا تحقيقات أمنية في البزنسة بالسكنات الريفية جريدة الحياة قالت قضية الجنرال حسان المحامي آية العربية تكلم قال غياب محاكمة عادلة نزار أيضا تكلم بالأمس وقال الحكم على الجنرال حسان بخمس سنوات سجنا يعتبر جريمة وعلي بن فليس قال هناك نواية خفية في القضية جريدة البلاد قالت صرف الأسبوع سيستفيد منها أكثر من 18 ألف شخص في المساء لا توظيف في الوظيفة العمومية وهو الخبر لنقلاته العديد من الصحف تصريحات وزير العمل للغازي يأمر مديريه بتوجيه طلبات العمل لقطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات المحرر نقلت أيضا تصريحات وزير الدفاع السابق خالد نزار الذي قال الحكم الصادر بحق الجنرال حسان جريمة وأيضا الجزائر تحت تهديدات الهجمات الإلكترونية تعتبر هدفا لدوائر تدسيس الإلكتروني من قبل الوكالات الغربية والوسط في موضوع فلاحي الحلقة المفقودة في الاستثمار الفلاحي قالت الأعلاف مشكل يعيق نوايا حكومة سلل إلى التفاصيل والبداية بهذا الموضوع مليون موظف في الإدارات راكدا أوت مونشي المهار قالت اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بوجود أكثر من مليونين ونصف مليون موظف في الإدارات العمومية والوظيفة العمومية وهو رقم كبير جدا يفوق بكثير المعايير المعمول بها عالميا مؤكدا أن مليون ونصف مليون موظف عدد كافي لتلبية الحاجيات الوطنية وانتقد المسؤول الأول عن القطاع عزوف الشباب الجزائري على قطاع الفلاحة والأشغال العمومية رغم أن قطاع الفلاحة يسجل عجزا في مناصب العمل ويحتاج إلى يد عاملة مكونة تفوق الخمسمائة ألف منصب شغل حيث ستتوجه الدولة إلى تطبيق نموذج اقتصادي يركز على الفلاحة والصناعة والخدمات مع توقع بلوغ 10.6% نسبة البطالة في سنة 2015 حجز 12 سلاح حربي تركيا الصنعة في ولاية المسيلة قالت النهار تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية المسيلة مساء أمس من حجز كمية معتبرة من الأسلحة الحربية متمثلة في بنادق سيمينوف عالية الجودة وآخر طراز مصنوعة في تركيا تم تهريبها عبر الأراضي التونسية نحو الجزائر وحسب ما أكدته مصادر فقد جاءت العملية قالت النهار بناء على معلومات وتحقيقات تم فتحها انطلاقا من ولاية تبسة منذ أيام أكدت أن مجموعة من الأشخاص مجهولية الهوية يريدون تهريب كمية من الأسلحة الحربية متمثلة في بنادق سيمينوف أين تم تتبع التحقيقات التي أوصلت إلى المجموعة والمتمثلة في خمس أشخاصهم الآن في حالة فرر لا إضراب في قطاع التربية ومعاقبة كل أستاذ يعنف التلميذ بداية من اليوم هذا هو العنوان النهار قالت تضمنة الوثيقة الخاصة بمثاق أخلاقيات المهنة في قطاع التربية العديد من النقاط التي تخدم التلميذ بالدرجة الأولى أهمها عدم اللجوء للإضراب إلا بعد استحالة التوصل إلى حلول إضافة إلى منع ضرب التلميذ أو شتمهم أو المساس بمعنوياتهم مهما حصل حدد مثاق الأخلاق التربوية الذي سيتم التوقيع عليها اليوم من طرف ثماني نقابات حقوق ووجبات الأسرة التربوية بهدف خلق جو من الاستقرار في المؤسسة التربوية والحفاظ على مصلحة التلميذ الريفيون يرفع تذاكر العمرة بـ 12 ألف دينار شهر ديسمبر قالت النهار أصدرت المؤسسة الوطنية لخطوط الجوية الجزائرية برنامج رحلاتها الخاص بموسم العمرة 1437 الموافق لـ 2015 و2016 حين تم قالت النهار تحديد أسعار تذاكر الرحلات قبل توزيحها أو عرضها على الوكالات السياحية والمشاركة في تعطير المؤتمرين لاختيار الرحلات التي تتناسب وحجوزتهم على مستوى العمائر بالسعودية وتضمن البرنامج أسعار تتروح بين 82 ألف دينار و94 ألف دينار و20 دينار شهري ديس شهري ديسومبر وشنفي المقبلين بفارق وصل إلى 12 ألف دينار أرجعوا أصحاب الوكالات السياحية إلى كثرة الطلب تزامنا مع فترة احتفالات الريفيون وحجم الحجوزات الكبير إلى جريدة الخبر التي قالت ميثاق الأخلاقيات يوم الحسب قالت الخبر أمس يوم أحدثت وثيقة ميثاق أخلاقيات المهنة أمس السبت نقاشا حدا وجدلا واسعا بين وزارة التربية الوطنية والنقبات الثمانية التي شاركت في جلسة تعديله حيث ألزمت الوزيرة نوريا بن غبريت ممثلي العمال على المشاركة في تحرير الوثيقة من أجل الموافقة عليها وقالت الخبر تنازلت عن بعض المصطلحات التي أثارت جدلا مثل منع الإضراب والعقد الاجتماعي فيما رفضت نقبات كناب باست والكلا التوقيع عليه إلى جريدة وقت الجزائر قالت تحقيقات أمنية في البزنسة بالسكانات الريفية جريدة وقت الجزائر وقت الجزائر قالت فتحت مصالح الضرك الوطني عبر 25 ولاية جريدة وقت الجزائر فتحت مصالح الضرك الوطني عبر 25 ولاية تحقيقات موسعة حول بيع السكانات الريفية بعد مرور ثلاث سنوات على استفادة أصحابها من إعانة الدولة لبنائها المخرج يعطينا جريدة وقت الجزائر حيث توجد بنايات تدخل في إطار السكان الريفي معروضة للبيع بأسعار تقارب 400 مليون سنتيم للبناية الوحيدة تحقيقات التي أطلقتها مصالح الدرك جاءت بناء على أوامر أصدرها ولاة الجمهورية بعد أن وصلتهم تقارير تفيد بأن المستفيدين لبناء السكانات الريفية عرضوها للبيع ب400 مليون سنتيم وتشير التقارير أن بعض المنازل بدأ أصحابها في بناء الطابق الثاني ومنازل أخرى جريدة البلاد جريدة البلاد قالت صرف من حد 25 مليون متقاعدية تربية هذا الأسبوع قالت البلاد بإمكان متقاعدية تربية البالغ عددهم 18 ألف متقاعد من الاستفادة من منحهم التي تبلغ قيمتها 25 مليون سنتيم ابتداء من هذا الأسبوع حيث سيتم سببها في أرصيدات هؤلاء من طرف اللجان الولائية الخمسون عبر الوطن بالإضافة إلى استفادة عمال قطاع التربية المرضى من تعويضات تكليف العمليات الجراحية الأشعة والتحليل ومنح الأرامل والأيتام كشف مصطفى بنويس رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية صبت ما قيمته 640 مليار سنتيم في حساب اللجان الولائية الخمسين أي لجميع ولايات الوطن لتسديد منح متقاعدي التربية جريدة المحور قالت نحن في أزمة ساعدون على الخروج منها وقالت أقرى عمار صعداني الأمين العام لحزب جبهة التحريل الوطني بوجود أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية داعيا كل المنخرطين في مبادرته السياسية للالتفاف لمرور هذه المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد مؤكدا أن الأفلان رصد إمكانيات ضخمة للمبادرة الداعمة للرئيس وقال صعداني مخاطبا الشخصيات التي انخرطت في المبادرة أنه قدم تجنيد إمكانيات ضخمة للمبادرة مؤكدا أن الحزب العتيد قد وقف مع الرئيس بوتفليقة في الانتخابات ويقف معه اليوم أيضا في هذه المرحلة التي وصفها بالانتقالية ودع المنخرطين إلى التجند بعدما أصبحت المبادرة اليوم بين أيديهم ومفتوحة أمام الجميع ومهمتها قال صعداني إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها جريدة المحرر قالت الجزائر تحت تهديد الهجمات الإلكترونية قالت المحرر حذر خبراء الأمن الإلكتروني من محاولات القرصنة والتجسس التي تستهدف مؤسسات حيوية في الجزائر من قبل دوائر غربية كما هو الحال مع وكالة الفضاء الأمريكية نازا ومراكز بحثية في فرنسا وكندا وقال خبراء الجزائر تفتقر إلى حوكمة الأمن والتكتيكات وتصور واضح حول التهديد الإلكتروني المتعلق أساسا بجرائم الانترنت وضف الخبراء أن عمليات التجسس الإلكتروني تستهدف الجزائر في المجال الاقتصادي والتجسس يهدف في المقام الأول إلى أسواق السيارات والاتصالات السلكية واللاسلكية جريدة الشعب قالت بدوي قالت دولة عازمة على مواصلة عصرنة الإدارة العمومية وقالت جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نوردين بدوي عزمة دولة على مواصلة عصرنة الإدارة العمومية بتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وأوضح بدوي أن جهود الدولة ستتوصل من أجل عصرنة الإدارة وتقريبا أكثر فأكثر من المواطن وذلك بتزويدها بأحدث التكنولوجيات والتكنولوجيات والإمكانيات البشرية في الصحافة النطقة بالفرنسية الإكسبريسيون قالت بن يونس يأمر منتخبي حزبه بالتصويت لمرشح الأففاس قالت الإكسبريسيون أكد أمس رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية الأمبية عمر بن يونس أنه أعطى تعليم خلال الأيام الماضية لمناظره والمنتخبين المحليين عبر الوطن بالإدلاء بأصواتهم لصالح حزب جبهة القوى الاشتراكية الأففاس في انتخابات اختيار أعضاء مجلس الأمة في ديسمبر 2015 أشار بن يونس أن حزبه اختار جناح المعارضة من أجل جبهة وطنية قوية ولن يقبل بعودة ثقافة الحزب الواحد متشبثا بدعمه المتواصل لمسعى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مضيفا بأن دعوة سعداني وأحمد ويحيا لإنشاء جبهة وطنية يجب أن تكون بمشاركة معارضة قوية ودللا كلامه لا وجود لسلطة ودولة قوية بدون معارضة قوية لسواردالجيري قالت نزار يدافع عن الجنرال حسان ويستنكر محاكمته قالت لسواردالجيري دفع وزير الدفاع الأسبق قالت نزار عن الجنرال حسان الذي صدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات أعتبر نزار أن الحكم على الجنرال حسان حكما جرى إجراميا ويسيء بسمعته وسمعت عائلته موضحا بأنه رفض طيلة فترة التحقيق والسجن والمحاكمة القيام بأي عمل وأي تصريحات علنية حتى لا يعطل إجراءات المحاكمة وضف نزار بأنه لا يعرف شخصيا الجنرال عبد القادر آيت وعراب والمعروف بالجنرال حسان رئيس مصلحة مكافحة الإرهاب بمديرية الاستخبارات إلى أنه التفاجأ بشكل كبير من الحكم الذي صدر في حقه من قبل المحكمة العسكرية بواب في الصحافة المحلية آخر ساعة قالت الأمطار تعزل ألاف السكان والمواطنين يطالب والمواطنون يطالبون بلجنة تحقيق قالت آخر ساعة تسببت الأمطار الأخيرة التي تهاطلت على ولاية جيجل في تخريب عشرات طرقات بمختلف بلديات ولاية جيجل وتحديدا ببلدية الجمعة بن حبيبي شرق عاصمة الولاية حيث أتت هذه الأخيرة على أجزاء كبيرة من الطريق الولاية رقم 135 الذي يربط عاصمة البلدية بحدود بلدية برج الطهر مرورا بالقرى العليا للبلدية الواصل قالت الباهي على موعد مع أفخم عرس جماعي قالت الواصل سيكون غدا الوهرانيون على موعد مع أكبر عرس جماعي منذ الاستقلال الذي نظمته جمعية كافلة اليتيم لإدخال البهجة والسرور على قلوب الأيتام الذين يرغبون في الزواج حيث سيتم عقد قيران 65 زوج من العرسان بفندق الميريديون أشار منظمه هذا الحفل أن كل شيء مجهز ولم يبقى سوى الرتوشات الأخيرة لهذا العرس الكبير تصريح اليوم هو تصريح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي محمد الغازي قال لن يتم استخلاف بعض المناصب الإدارية التقليدية التي يحال أصحابها على التقاعد لسيما منصب عون إداري أكثر من مليون مستخدم قال الوزير في الوظيفة العمومية يعملون خارج القانون وقال يجب ترشيد نفقات القطاع سنة 2015 وقال 2015 تميزت كذلك باستحداث عدد يبعث على الارتياح من المؤسسات المصغرة في إطار أجهزة دعم التشغيل وقال نسعى إلى تنكيل مليوني فلاح من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي عن طريق الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجر وقال النقاش والتشاور حول مشروع قانون العمل مع الشركاء الاجتماعيين سيتوصل خلال سنة 2016 مؤكدا أن قانون العمل الجديد سوف يحافظ على المكاسب الأساسية للعمال بالتصريح نختم معرض الصحافة إلى موضوع